الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى فما بعدها يا عباد الله اتقوا الله بما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الينة أصحاب الينة هم الفائزون ولقد هبت في صحيح مسر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتهد في العبادة في رمضان ما لا يشتهد في غيره ويشتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يشتهد في غيره ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وانطلاقا من ذلك فعلينا أن نصوم هذا الشهر المبارك إيمانا واحتسابا ملاحظين قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حسب ما اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعلينا أيضا أن نحرص على قيام ليالي رمضان ملاحظين ما رواه الشيخان أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فجدير بنا أن نقف عند هذين الحديثين وأن نتعقلهما وأن نتبين هذا الجزاء العظيم الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم فيهما وأن نعمل العمل الذي يترتب عليه ذلك الجزاء فعلينا أن نصوم رمضان إيمانا واحتسابا وأن نقوم لياليه إيمانا واحتسابا وعلينا أن نصون رمضان عن كل قول حرمه الله وعن كل فعل حرمه الله تعالى ملاحظين قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حسب ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة أيضا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه علينا أن نستشعر على الحديث أن نستشعر أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يمسك عن المأكولات والمشروبات وما إلى ذلك مما يمسد الصوم لكنه مع ذلك لا يمسك عما حرم الله تعالى من قول ولا يمسك عما حرم الله تعالى من ذلك فالله ليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه بمعنى أنه لا يقبل منه الصيام ولا يقبل منه القيام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فعلينا أن نبتعد طيلة هذا الشهر بل في سائر الأوقات وسائر الأزمنة عن المحرمات من أطوال وأفعال وهكذا نستشعر في هذا المعنى ما اتفق على تخريشه الشيخان أيضا مما يرهيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم ذا ولي وأنا أجزي به الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرهي ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله بل يقول إني صائم فإن سابه أحد أو قاتله بل يقول إني صائم الصوم جنة أي وقاية تقص صائم من كل ما حرمه الله تعالى مثال الأقوال والأفعال فعلينا أن نعقل هذه الأحاديث وأن نتفقها في معناها وأن نصوم هذا الشهر ونقوم لياليه ونصومه عن اللغو والرفل فالعقراجين من الله تعالى أن يعتق رقابنا من النار فيه فإن لله تعالى في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار نسأل الله أن يجعلنا منهم ثم أيضا من الأعمال الصالحة التي علينا أن نعمل بها أن ننذق في سبيل الله حسب الاستطاع فعلى الموسرين أن يكون أن نعرف فيهم الجود وأن نعرف فيهم جود أكثر في رمضان فلقد روى المخاري أيضا بل روى الشيخان أيضا من حديث عبد الله بن عباس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل في رمضان يدارسه القرآن فهكذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون أجود الحالات التي يكون فيها حينما يلقاه جبريل يدارسه القرآن في رمضان وكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كل عام يدارسه القرآن حتى عام وفاته دارسه القرآن مرتين يقول بن عباس فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة فعلى المؤسرين أن يُعرف فيهم جود أكثر في رمضان أن ينفقوه سبيل الله ملاحظين ما وعد الله تعالى به المنفقين في سبيله من مضاعفة الأجوء مثل الذين ينفقون أنوالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سلاب في كل سنبلة مئة حبة والله يضائه لمن يشاء والله يضائه لمن يشاء ومن جملة الإنفاق في سبيل الله خصوص تفطير الصائم إعداد الفطر الإفطار للصائم ولو تمرا وماء أو تمرا وملقى أو ما ترس إعداده أيضا به الأجر الكثير فيه الثواب العظيم فلقد روى الترميلي بسند حكم عليه بالصحة من حديث زيد بن خالد الجهني عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن من فطر صائما كان له مثل أجر ذلك الصائم الذي فطره من غير أن نقص من أجر الصائم الشيئة فعلينا أن نحرص على سائل أنواع أعمال البر وخصوصا هذه الأعمال في شهر رمضان على رجاء من ربنا أن الله يتقبل منا أعمالنا الصالحة وأن يغذر لنا ذنوبنا ما قدمنا منها وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا إنه لي ذلك والقادر بالعليل جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول الذين يتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد لإن من العمل الصالح الذي يتعين علينا أن نقوم به في رمضان وفي غيره تعاوننا على البر والتقوى وابتعادنا عن التعاون على الإذن والعدوان قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإذن والعدوان وإن من التعاون على البر والتقوى أن نتعاون جميعا فيما بيننا وأن نعمل جميعا فيما بيننا على استتباب الأمن والاستقرار في بلدنا فكل عليه أن نقوم بما يمكنه ويناسبه في سبيل استتباب الأمن والاستقرار في بلدنا فالأمن والاستقرار هما رأس المال فإذا تحقق الأمن والاستقرار يتحقق إن شاء الله تعالى درب المذاسي وجرب المصارع وإذا لم يكن أمن ولا استقرار فلا درع لمفسد ولا جرب لمصلحة